بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله أعزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير مع حلقة جديدة من برنامجكم قبس من أدب في هذا البرنامج كنا قد تنقلنا في الحلقات الماضية بين عصور الشعر الإسلامي المترامية الأطراف من عصر النبوة إلى عصر بني أمية إلى عصر بني العباس إلى العصور اللاحقة وحاولنا أن نتنقل بين الشعراء فتكلمنا عن الشعراء العشاق المتيمين مجنون ليلة وقيس لبنى وتوبة بن الحمير وجميل بثينة وكثير عزة وتكلمنا أيضا عن الشعراء المعدودون من طبقة الفحول كجرير والفرزدق والأخطل وأبي تمام والمتنبي وغيرهم وأما في حلقتنا لهذا اليوم فسوف نتكلم عن شاعر معروف لا يمكن للأدب أن يتجاوزه ألا وهو الحسن بن هانئ أعزائي المشاهدين الحسن بن هانئ هو أحد أهم شعراء العصر العباسي على الإطلاق وهو فحل المولدين على الإطلاق وشاعر من شعراء طبقته الأولى ولعل اسمه المجرد ليس رنانا في ذاكرة المهتمين كلقبه أو كنيته التي اشتهر بها فالحسن بن هانئ هو الشاعر المعروف بأبي نواس وأبو نواس هو شاعر كان في العصر العباسي واتصل بخلفائه يروا أن له قصصا مع هارون الرشيد ومع ابنه المأمون رحمهم الله وكان أبو نواس شاعرا معروفا ببعض المجون من خلال شعره ولكننا سنتكلم عن جوانب من شعره جميلة جدا وأصبحت علامة فارقة في العصور المتقدمة والمتأخرة ولكن بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا ونبدأ من حيث توقفنا قبل الفاصل عند أبي نواس أبو نواس شاعر من الطبقة الأولى وهو شاعر له كما يقول المصنفون عشرة أنواع من الشعر أبدع فيها كلها وهذه الأنواع ربما تحصر بشعر الخمريات وشعر الغزل وشعر المدح وشعر الهجاء وغيرها من أغراض الشعر وأما من قصصه وضرافته وطرفه ونكاته الشهيرة التي انتشرت عند العامة قبل الخاصة فيروى أنه ذات يوم كان عند المأمون وكان عند المأمون جارية جميلة جدا تدعى خالصة وقال أبو نواس قصيدة في الخليفة فأعطاه شيئا نزرا يعني لم يعطيه الأعطية التي كان يتوقعها فعندما أراد أن يخرج من القصر وجد سارية في القصر والسارية تعني العمود فكتب عليها بيتا من الشعر يقول فيه لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة ويعني بهذا البيت أن خالصة هذه من شدة جمالها فهي حتى لو ارتدت عقدا على عنقها فإنه لن يظهر من جمالها شيئا لأنها أجمل من غير عقد أصلا فكأن شعري الذي قلته فيك يا حضرة الأمير ضائع لا معنى له كالعقد الذي إن وضع على عنق خالصة لم يكن إضافة لها فلما هم بالذهاب فإذا بأحد العمال أو الخدم يقرأ البيت على العمود فيذهب لينقله إلى الأمير فلما قرأه الأمير وقال ما هذا يا أبا نواس أتهجونا أتسبنا أتقول أن أعطيتنا لم تعجبك أو شيئا كهذا فقال كلا يا أمير المؤمنين وإنما وقع هذا البيت غيره أحد الخدم كان يريد أن ربما يجعل بيننا خلاف قال كيف يكون ذلك قال أنا لم أكتب هذا البيت بهذا الشكل قال وما الذي فعلته فأخذ ممحاتا ومسح الذيلة من حرف العين القوس في آخر حرف العين فأصبحت همزة من غير هذا القوس فقال إنما كتبته بهذا الشكل لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصة فتغير المعنى تماما أي إن قصيدتي فيكم أضافت وأعطيتموني عليها العطية التي أستحقها كما سوف يضيء العقد ويضيف إلى خالصة الجارية وكان هذا من ذكاء أبي نواس وقد استخدم ظاهرة لغوية تسمى العنعنة عند أهل اللغة وهي قلب الهمزة عينا أو العين همزة وهكذا استبدل كلمة ضاع بضاء وبالمناسبة كلمة ضاع من الممكن أن تعني معنى آخر غير الضياع فهي إن أتت من ضاع يضيع فمعناها الضياع والتيه وتغير الطريق أو اختلاف الطريق أو عدم العلم بالطريق ولكنها أيضا قد تأتي من ضاع يضوع أو يتضوع وهو الانتشار وانتشار العطر تضوع العطر ويقال ضاع العطر أيضا بمعنى انتشرت في الغرفة أو انتشرت رائحته الزكية فقد ضاع هذا العطر وهكذا فإن لأبي نواس العديد من القصائد في مختلف الأغراض والأشكال ويروى إنه قال في صباه أبياتا يقول حامل الهوى تعب يستخفه الطرب إن بكى يحق له ليس ما به لعب تعجبين من سقم صحتي هي العجب وهذه الأبيات على هذا الإقاع وهذا البحر الخفيف البسيط هو طبعا بحر لا يمكن أن أقول الخفيف البسيط فيفهم إصطلاحيا لأن بحر الخفيف هناك بحر اسمه الخفيف وهناك بحر آخر اسمه البسيط ولكن أقصد هذا البحر القصير قصير الحركات وهو طبعا بحر المنسرح فأتى بهذه الأبيات وهذا البحر من أندر البحور وأصعبها لكن أبو نواس قال هذه الأبيات وهو في صباه وأما أشهر ما لأبي نواس على الإطلاق هو أبياته التي وجدت تحت وسادته عند توبته حيث إنه كان يصنف من ضمن أمجن الشعراء على الإطلاق ولكنه عندما توفي وجدت بعض الأبيات تحت وسادته يقول فيها يا ربي إن عظمت ذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إلى آخر الأبيات العذبة الجميلة ويروى أنه رؤية في المنام فقيل له ماذا فعل الله بك يا أبا نواس فقال غفر لي لهذه الأبيات وعند هذه النقطة أعزاء المشاهدين نسأل الله لنا ولكم المغفرة عن كل ذنوبنا وأن يبارك لنا فيما تبقى من أعمارنا والسلام ختام ترجمة نانسي قنقر